طبعا إحنا الأعراض اللي بتأتي لنا للعيادة أغلبها له علاقة بالصوم فإحنا منلاحظ أنه احنا منعرف أنه أثناء الصوم في هناك انخفاض في السوائل وبالتالي في كثير أعراض اللي هي بتسبب انخفاض السوائل بالجسم مثلا تجينا أعراض مثل أعراض الصداع الشديد أوجع البطن التعب الإرهاق وحالات جفافة تجينا كثير أيضا على العيادة طبعا أيضا إحنا منعرف اللي بالصوم أيضا تنزل نسبة السكر بالدم فأيضا تجينا حالات كثيرة اللي هي بسبب نقص السكر كحالات التعب الإرهاق الرجي أو العياء الشديد ووجع العضلات هاي أغلب الحالات اللي بتجينا هون بالعيادة طبعا بالإضافة للأمراض الفيروسية الشائعة وحالات الحساسية الموجودة اللي بكثرة حسا حليل منتشر الناس اللي ما بتشرب بشكل عام ما بتتسحر أو ما بتشرب منيح وبتكون تشتغل تحت الشمس لمدة طويلة ممكن سبب الإشاء لجفاف إحنا يعني نحمد الله إنه بتقس حاليا إنه تقس معتدل يعني ما فيه شمس يعني اللي هي ممكن تتأدي لجفاف بشكل كبير ولكن إحنا بنشوف الناس خاصة اللي بيجتهدوا بأحمال شاقة ممكن تحدث عندهم هاي الحالات بشكل عام إحنا كل الناس لازم تنتبهه للغداء ولكن في بعض الفئات اللي من الأشخاص اللي عندهم أمراض معينة اللي لازم ينتبهه أكثر مثلا إحنا نتحدث عن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة كمرض السكري الناس اللي عندهم أمراض ضغط أمراض قلب والناس اللي بيقسلوا كلها اللي عندهم دياليزة فهؤلاء الناس إحنا بنعطيهم نصائح معينة للصوم في بعض الناس طبعا إحنا ما بننصحهم من يصومه فعشان هيك لازم كل حالة إحنا بناخذها على حدة فكل شخص عنده أي مرض مزمن إحنا بننصح أنه يتجه للطبيب ويسأله إذا هو مفضل إنه يصوم أو ما يصوم بشكل عام النصائح ننصحها لإحنا بنصحها لباقي الناس أيضا إنه الأكل إنه يأخذوا أو يأكلوا اللي هو غذاء أو أكل فطور اللي هو يعني أغلب مكونات هو أكل صحي يعني نحكي عن خضار نحكي عن فواكه نحكي عن بروتينات اللي هي كمية من اللحوم والابتعاد عن النشويات اللي بنحكي عن الخبز عن القلل من كمية الرز وأيضا عن السكرات المركبة يعني بنحكي عن كل الحلويات الموجودة برمضان ومنتشرة جدا فكديش أقل كديش أحسن لأنه منعرف أن هؤلاء المرضى في عندهم مشكلة بإفراز الإنسولين فإذا أكلوا حلو فممكن تكون ارتفاع كبير في درجات السكر ممكن يعد الضرر في جسم عندهم سؤال أخير هل هناك مأكلات أو مشروبات يفضل الامتناع عنها تماما؟ برمضان إحنا منفضل إنه يكون المشروبات هي مشروب بننصح أحسن مشروب هو الماء المشروبات الغازية المشروبات اللي تحتوي على كثير سكريات بتعمل إرهاق وتعب أصلا أثناء الصم ليش؟ نعم نعرف أن المشروبات اللي فيها سكر كثير بتحفز البنكرياس ينفرز إنسولين كثير وهذا بحرك السكر أثناء الصم فكثير ناس اللي بشربوا مثلا سكريات عالية منلاحظ أنهم بشكوا من صداع وجعرات وجعبطين أثناء الصم فإحنا مننصح شرب الماء وخاصة بعد الفطور يعني كل ساعة يشرب واحد كاسة ماء ممكن نحافظ على كمية سوائل معتدل خلال اليوم بحب أعيد على الناس وبتمنى لهم يتكون رمضان مبارك وحافظوا على الأكل الصحي خلال هذا الشهر طبعا بشهر رمضان كيف معارفين إنه إحنا منصوم 14 ساعة بعدها بتيجي واجبة الفطور مرة واحدة بتكون ستة البيت والأمم حضرة واجباتي كثير شاهية اللي بتحفزنا إنه نوكل كميات أكل بتسبب لنا تخمة من أكثر الشكاوى اللي بتكون بشهر رمضان هي التخمة اللي بيصير فينا إنه إحنا منوكل كميات أكل كبيرة بوقت كثير كثير اللي بيصير مجرى الدم الموخ بيصير يعمل مجرى الدم أكثر للمعدة اللي بسبب تخمة عند الناس أكثر الناس بتسبب عندهم التخمة الناس اللي عندهم أمراض مسبقة وعندهم حالات مرضية مزمنة أولا بما إنه رمضان شهر السيام وحسب كيف ما أندي بتشوف وبتسمع في عنا صار موضة السيام المتقطع عشان إنه ننزل بالميزان فرصة إنه إحنا كناس عاديين نحافظ على ميزاننا وعلى صحتنا إنه نستغل السيام ونبلش واجبة فطولنا بأكل صحي ونعمل نمط وبداية صحية لنظام جديد بحياتنا أما للناس اللي عندهم أمراض مزمنة مثلا زي ضغط وسكر وقلب بفضل كثير يستغلوا شهر رمضان أولا طبعا استشارة الطبيب إنه مصموح يسمو ولا لا بعدين يستغلوا شهر رمضان كيف ينظموا ويوازنوا السكر والضغط والأكل والنحية الصحية لجسمهم الإفطار الإفطار مهم جدا إنه نبلش بكاسة ماء نكسر السيام بكاسة ماء بعدين مناخد بلحة أو طمرة عساس إنه نعطي وجبة إنسولين للجسام بعدها كمان مرة منشرب كمان كاسة ماء منبلش بالشورة به عساس إنه تليني الأمعاء لإنه صلوا الجسم صايم عدة ساعات عساس إنه نليني الأمعاء والجهاز الهضمي بعدها الصلطة المكونة من عدة خضار عساس إنه نعطي للجسم دفشة النشويات بالأساسية بفضل باللحم إن كان جاج إن كان أسماك إن كان لحم حمراء من دهون وبعدها نروح على النشويات النشويات المركبة ليس النشويات البسيطة اللي بتسبب تخمي وصمني للجسم هل هناك مأكولات أو مشروبات يفضل امتناع عنها تماما؟ حسب ريئة الغازات الغازات ملاني سكر المشروبات المحلّة ملاني سكر المشروبات الطاقة للناس المدمنين على مشروبات الطاقة بفضل يبعدوا عنهن كمية كفائين لازم أن تكون متوازنة قهوة يا نس كافي وإلى ما ذلك كميات متوازنة عساس إنه نعطي الجسم يتريح لأنه كان صايم عدة ساعات مش بوم نعتدفش واحد إلى الجسم إنه نفوته بسترس اللي معارفش يتحكم بكميات السكر وبكميات الكفائين اللي بفوتها الإنسان أمراض السكرية كل حدا مريض سكرية لازم يتوجه للطبيب يستشيره إذا ممكن يصوم أو لا أما إذا في حالة تقرر إنه بدي يصوم بفضل إنه في طريقة السبع فحوصات طريقة السبع فحوصات بتحكي إنه لازم نعمل خلال النهار سبع فحوصات لإله مخشير السكرية وللناس اللي بتساءلوا إذا بعمل فحص السكرية إنه بيفسد السيامي ولا لا هو بيفسدش السيام فحص السكري بيكون قبل الصحور بعد الصحور بساعتين بساعة الظهر على الساعة أربعة قبل الفطور وبعد الفطور هيك ست مرات المرة السابعة ممكن نعملها بحالة إذا إحنا حسينا في عنا هبوط بالسكر أو ارتفاع مش طبيعي كيف منحسوا بالتعرك الزائد بالغثيان بالجوع بالعطش وقتية إحنا منعمل هذا الفحص عساس إنه نكرر إنه نكمل السيام أو نفسد السيامنا يعني السكريات هي بتعمل ضرار للإنسان العادي بتعالي السكر عنده وتفتح عنده إنه احتمال يصير عندنا سمنة زايدة أو يصير عندنا سكر بكمية عالية بالجسام للناس اللي عندهم سكري بفكر إنه صار عندهم هبوط بالسكر لازم نعوض حنا بالسكريات الحلويات هي بتكون مش بس من الحلويات نفسها الكنافة والقطايف والأشياء القطرية بتكون ممكن من الفواكه والمجففات ممكن تكون من أشياء محلاء طبيعية الأضرار الناجمة السمنة السكر العالي اللي بالجسام بفضل إنه نكون متوازنيا والكنافة والحلو موجود كل السنة مش بس برمضان